بينما يجيس على جانبيه زعماء الميليشيات المرتبطة بإيران يعيد رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالمضي بالعراق نحو الاستقلال والازدهار السوداني الذي رأس حكومة جعلت من العراق أقرب إلى إيران أكثر من أي وقت مضى وفقا لتقرير وكالة رويترز عقب تعيينه موالين لطهران في مناصب وزارية وأمنية حساسة يظهر في المحافل والمؤتمرات مبتسما وكأن العراق يعيش عصره الذهبية وليس بلدا غارقا في الأزمات والانتهاكات السوداني الذي عجز عن إقناع الولايات المتحدة بأنه قادر على إيقاف غسل الأموال ومنع تهريبها إلى إيران لا يجد حرجا في أن يكون غطاء لأنشطة المليشيات الولائية ورئيسا لما يسمى حكومة المقاومة بحسب صحيفة واشنطن بوست حكومة مقاومة وإن كانت من غير أنشطة ممانعة فلا صواريخ اليوم تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد ولا عبوات تنفجر على أرتال التحالف الدولي والسبب يوضحه أحد المقربين من حكومة الإطار التنسيقي بس قبل أن نشوف يوميا قصف على السفارة قصف على القواعد الأمريكية الآن بزمن حكومة السوداني الحكومة بدينا ما يحتاج نضربهم أما زعيم مليشيا العصائب قيس الخزعلي على وفق نظرية المؤامرة نسب سببا هي رقيمة الدينار إلى جهات خارجية تحاول تشويها صورة حكومة المقامة التي تضم مليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكي وهي المليشيات نفسها التي أشهد بها زعيم مليشيا بدر هادي العامري والتي قال لو لها لما كان هناك عراق العامري جنرال إيران في العراق كما يصفه كثيرون يحاول أن يرتدي ثوب الوطنية والحرص على العراق على الرغم من المقطع المصور الذي ما زال راسخا في ذاكرة العراقين وهو يقاتل إلى جانب القوات الإيرانية ضد العراق في أثناء حرب الثمانينيات وهو أحد أبرز مكونات حكومة السوداني التي باتت سلوكياتها تهدد العراق باتجاه تصريفه دولة مارقة وذاك ما بات يسعى إليه لواب أمريكيون ضمن مشروع قدموه إلى الرئيس بايدن